ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هيشت هيشتت كده وتروفوا هتوقفوا تبقى عاملة زي اللي حطت صباحة في الكبز الكهرابة عاملهولك بلع؟ بابي انا عايز اروح خرجني من هنا انا مش عايز اعود في المستشفى انا مش عايينة حاضر حاضر حنسأل الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا انا شايفة انها تفضل هنا شوية احسن او تروحي اي مكان تغيري في الجو وتغيري مودك البيت لا لو روحت البيت هيجرالك حاجة يا هايز ازاك يا هايدي وصلت المراوان عرفت منه حاجة؟ مراوان؟ مراوان هيرب هيرب هو هو نجوان ايه؟ وحاول الخمسين مليون دولار فلوس الكارد اللي اخدوا من البنك باسمها هايدي ضمان شركتها ووصولها ومتلكتها وحاولهم على حساب برا ناصر انت بتقولي انت عرفت الكلام ده من ايه؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار البنك بدأ ياخد اجراءاته علشان يتحفز على ممتلكات مراوان هايدي انا جيت عشان اتطمن عليكي بس الاسف لازم امشي بسرعة عشان اتبع بقيت الاجراءات خلي بالكم هنا خرجني من هنا خرجني من هنا انا مش عقود هنا ولا لاحظة خرجني بقولك من هنا انا عايز اهرب من هنا حاضر حاضر يروح هايز ما تنزحي يا اختي انت عمالة تترقاصينا كده اللي هي تنزحي من الدنيا انت شو العجل بتاعك يا بعيد يا تكل عرف جاتك انت ستين عرف يا مرسمة بر يمانك يا مسترجلة يا رد السجود مش كفاية خالتك المجنونة اللي عمالة تنوح لنا ليل ونهار وانت حبساها وصايباها عشان تشتري كروم الله خالت حتموت يا عالمات ايه ده يا بنت المجنونة؟ لما لسانك الزفر ده بدل ما اتعهولك مالك او زم سحسلم من الوساخ اللي كشوف حاجة؟ جاتك الارف يا عيلا كلها مجنين الوحيد يتعامل معاك وليه؟ عيلا خولا موسيقى 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 بعدين يا نادر هتبدا لقاعد كده؟ موسيقى يا حبيبي أنت المفروض تحمد ربنا أنه خلصت منها يا نادر دي في الأول وفي الآخر بنت شغالة أنت كتير عليها قوي أنت أستاذ في الجامعة ومحامي دولي وإنت عارف أنه في الآخر أصلها الواطي هو اللي هيغلب مهما تنظف فيها مش هتعرف تغير أصلها يا نادر يا حبيبي لازم تقوم تشوف شغلك وحياتك تليفونك بقاله ساعة بيرين أكيد في حاجة مهمة طيب خلاص لو أنت مش عايز تشتغل تعال نسفر أنا حقوم أحضر لك شمطتك وتعال نروح نقضي أسبوع في السحل الشمالي نغير جو نعود على البحر ونشم هوا وأنت كمان ترتاح يا حبيبي المحشي استوى احدف لي أسبوع في الهوى يا حبيبي المحشي جميل يا حبيبي احدف لي اسبوع في النيل يا حبيبي المحشي كتير يا حبيبي المحشي كتير احدف لي اسبوع ونطير أهو النطيف قفشتك يا حرامي يا لهوي حرام عليك يا خالتي قطعتي الخلف إنت حرامي حرامي؟ حرامي إيه يا خالتي بس حرام عليك ده أنا كوريا كوريا بنت أختك العمشة بدرية أحفظها ليك إزاي دي بس أخت مين؟ أختك يا خالتي أختك العمشة بدرية أنا بنتها إنت منت إنتي؟ لا لا إلا الله وانا لزم يعني هتقصع لك بالأميس النيلون طول النهار في البيت عشان تقتني عني بنت يا خالتي حرام عليك إرحمي أمي أمك مين بقى؟ لا إله إلا الله أم العمشة بدرية يا خالتي أه وإنت ميه؟ أنا أنا ابنة أنا ابن أختك العمشة بدرية خلاص؟ سميني بقى خلاصلك المحشة عشان شوف حالي طب اسمع أه؟ أم تشوف البيت كوريان أه تفلي في وشاها حاضر يا خالتي هتفلك في وشاها لا يكرم أصلي صباح الخير صباح الخير يا دوك طب فين المذكرة بتاقضية حسين الصياد وملخص الأوراق بتع الشركة متحدة هو ما فيش إحساس بالوقت خالص؟ يا دكتور أنا مدخلتهم لحضرتك مبارح دخلتهم لي أنا مبارح؟ طب عمل لي ورقة باللي خلص ولمخلص؟ في حاجة اسمها النظام يا هاني حاضر يا دكتور هاتيلي الفيلا بره هاي تحت عمر يا دكتور اسمع يا هاني تسيب كل الأوراق والقضايا اللي في إيدك وتركزلي على قضية بتاعت مادام هايد يا بو طالب عايزة أعرف كل حاجة بتحصل في القضية دي مش عايزة تيجي تقول لي حصل كذا عايزة تقول لي حا يحصل كذا مفهوم؟ الصورة اللي الوادسوكة صورها لك وسلوما بيبوس راسك قلب الدنيا مترشاقة على كل موبايلات المنطقة وانت مبسوطة كيف داتي بصورة خاطبتك على موباينات الشباب؟ موباينات؟ انت قلت موباينات؟ وربنا انت قلت موباينات؟ ايه؟ اسمها موباينات يا هابلة ويعني يا لمو أخذة صورة بالميوه؟ ده صورة محترمة وانت مهزقة أدخن شنك في المنطقة ايه انت عتتنطط علي بعلامك يا أخويا ولا ايه؟ ده ندبلون صناعة اسم زغرفة يا تلميس وانت بقى لك مئة سنة في سنة ثالثة مش عارف تعديها بتاعيزينها تبقى خاطر ويعني اللي اتخرجوا عملوا ايه يا مؤخذة؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفة بقى انا عارفة بقى يا هيمة يا هيمة انا قلت لك مئة مرة نشوف لك أي وسطة نغمزها بقى كوين يديك حتة أرض السسطاح في ايوها صحرا ونفوقك بقى من أم الحرة المعرفينة اللي احنا عايشين فيها دي خليك خليك انت في جو الصحراء والزراعة والطينا اللي انت عايشة فيها دي يا كوريا انا متعلنتش في الكلية غير حاجة واحدة بس ان انا زي الزرعة لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا إما هدبل وامور يوه؟ بعد شرع عليك يا إما ما تقولش كده تاني انا ليه مين خرج في الدنيا يا راجل ده انتها بخوية وابوية وسنة ديوه وطهري في الدنيا كلها ايه يا بيت الحنية دي؟ يوه؟ ما تكسفنيش بقى كبداك يا خلا لا وانا بقيل حنية ديوه؟ يوه بس يا راجل بقى اتلا يلا هوي؟ خلاة في انا خطيبك انت هبلة حيدي هانب بنتي ناجوانيك حيات السنة دي وتخرجت من الجمع ويعني كانت مكسوفاتنا هاتكلمك انك تشويلها شغلانا في شركة والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك حتمسكيها ان شاء الله يا نهرب يا ديادا ايه اللي انت بتقولي ده؟ ناجوان دي مش بس صحبتي دي اختي وتوقمتي تشتغل معايا دا ايه؟ دي هتكون معايا خطوة بخطوة في كل حاجة بعملها إلهي يا ربي يفرح قلبك ويكبر بخطري مفيش حاجة اسمها مش مستريح لي يا بابي مروان مفيهوش عيب وبعدين حتى رفعي وبالدنيا دي كلها انا بحب وهو بيحبني وده كفاية بالنسبالي يا بنتي ده بيئة عايزك توعدني بحاجة انت نهار ده ماليكة تؤمري تطعي على طول اوعى في يوم والأيام تخن ولا تسيبن ولا تجرحن اوعى تشمي تحد فيه مخارشي أنا أبني معهم بأي حاجة زي دي وفي حد يقدر يخن العيون العلمة ولا يصير بالتعك العلمة يا بابي مخارشي خلفي عيش يا بنت السلطان حني على الغلبان المية في ديكي والسندس عطشان يا سلام يا ما نفس الشر بمية زمزم يا حبيبتي ربنا يكتب هالك خالتي يا ربي يا ختي أبوك الله يرحمه كان جاب هالف جيركن كده وكانت ايه تقولي سكر يا لهوي انت لسا فاكرة يا خالتي داني كنت صغيرة قوي ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي على اولي كلها بخالتي خلاوة لا تصرفي يا صدس 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 ازاي يحصل كل دا وما تطلبنيش هو انت مش عمي وهيدي دي مش بنت عمي انا حزن منك يا عمي أه! عايز ما ب Ran companies Carlos ذالوقتي عاملت وفضلين Horror Musty خلاس يا س 미 ABOUT ألف سلام عليك يا هيده ألف ألف سلام عليك م putting you wish أويتga وtałما تجمو بقعش عامل ليش حاجة أنا مش عايزة حاجة Garrett ماشوها من قدامي مش عايزة منها حاجة الله انا مل alive زنبي يا بنتي طب والله العظيم والله العظيم إنتي بنتي زي أما وأكثر كمان أنا محرا Hold hard انا اعرف انا حاجة من اصله انا بلع انا البطن اللي خليفت واحدة بتعود اليد اللي تمدت لها انا مش ادري اسمع صوتها مش ادري اشوف خليتها باقولكم مشروها من قدامي حالا خلاص 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 اه صاف بص انت صاف و روح انت دلقتي لما تروق هي حنديل ده تعالي يا دادة تعالي فتح الباب يا انت صارف بس بقى بس بقى الله هو انت صباح الخير انا صباح الخير مكتب النابل عم بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هادي ومروان ده معنى ان بكرا الصبح حيطلع قرار بمنعك من السفر يا هادي هادي لازم تسيب مصر فوراً هسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزة سافر هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وايه في الحالة دي ازاي يعني؟ ده الحال الوحيد اللي قدامنا نكلمت مصر طيران وحجزتلك على الطيارة اللي راحي لبنان كمان ثلاث ساعات ومن هناك هتروحي على لندن هادي ده الحال الوحيد زاي ما بقول لك هتسافري يعني هتسافري مفيش وقت للحزن الحان يا هيمة الحان يا سوكا مش لايه يا خالتي ايه في ايه؟ حرابية ناقلة كبيرة محملة زلط ولا ايه؟ ما تفهم عدد في الحارة؟ ايوه نس شافها دلوقتي ايوه اخرب بيوتهم هل زلبيتها الزجامدة؟ ابو الوحيد الحرام قالوا زلزال خلوا الليها ناس اللي تجريت بشعرها في الشارع بقى لي ساعتين مدور عليها مش لايها قلب تعالها المطيع حتة حب خلاص استهدي بالله انا هقلبلك عليها الدنيا تعالي يلا تعال تعال سوكا خدوني معاك يا ولادي الحالال ستة كبيرة تاية لبسة كلبية سودة وحفية اسمها الحكا سندوس مريضة عقليا اللي لقيا يوديها للاخت كوريا بحارط القرامة والأكل والسواب عند الله يا ولادي الحالال ستة تاية ما قلنا يجي ثلاث ساعد ما ندور عليها نحنا ننبسي من الحارجة عشر مرات انا حسنة انا مش هلائية ايه ده اللي حط على دماغي يا راب اللي ايش يا كوريا تعرف حاجة برا المنطقة هنلاقيها تعرف دول المنطقة ما تعرف بالنور يا هيمة تعالش هنلاقيها ان شاء الله احنا طالق وراه لعائل كلامة بسا قلتلك يا خال قلتلك احنا تشعين مش فوق أهم كنت بتعايز تتنص وخلاص وحبية واسمها الحجة سندوس مريضة عقليا اللي لحيا ودوعده يا هيمة يا بيت بواسيكي فيه ايه هشوف تتصل ولا لسه والسواب عند الله قول قول بدل من انتها ساكت كات هاول ايه بس قلبي وجعني علي كنت زعلانة يا خالت اني بعمزك في البيئة قد اني سبتلك الباب مفتول شوفت عملت فيها وقت نفسك ايه هاولي عليك يا ابت كوريا ربما تكون تاهت منك اه مش عارفة ترعيها اه هتقنابها ولا ايه استغفر الله يا إبراهيم ولكنها ما زالت تعيشة فوق أرض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبرعاكي مش هتطوه منو لا ارضى الله واسعى مش ممكن تطوه عائلة يا ضبطي انا اطلق وراه كل العائل من كل المناطق اللي حوالينا ان شاء الله حيلاقوها اه كوريا انا جات لفكريا انت تديني صورة خالتك والتليفون بتاعك وصورهم خمسمائة صورة ورزقهم على كل الاوتوبسات والمحلات واللي لقيها نبقى الرضي هتحط نعم التليفون على الاوتوبسات اللي اسمعت ده يا كوريا معجولة الستة الكبيرة اطلع منك الده الامالة اللي انا شيلها في رجبتك انا امك اتحمليها يا كوريا يا بنت الناس بقولك ايه خائل فكك مجوز قاب الجبل ده دلوقتي خالص انا همي قد المقطة وفي اللي بكفيني ثم انت فين من ساعة مجلمتك وتكن تستعنتنا ما انت من ساعة مرة متالي وانت بطوفي دماغك خلاص يا بيت خلاص يا بيت يا كوريا استهد خدلك بق شاي وهدق اعصابك كده هو بنتكلمش خالك بالشكل ده ده رجل محترم بردك وكبركم اعمل ايه يا بنت الناس انا اللي فيها امتفيني فيه هم فوق دماغي اروح ادور عليها رب اللي عطرنا بيها في الدنيا يا جبل الجنة سلام كوريا ويفتعل محل يا بنت الحلال وكل عيش سيبك وهي في معيات الله فالله الخير حافظ وهو ارحم الراحمين اكل عيش ايه ومحل الا فتحه بس اجد عندي فرقابتي ده اللي بيعيش مع حوان لو حصل له حدا بيزعل عليه دي مهما ان كان خالتي برضى عندها حق يا ولاد الله ما هو اللي عايش اهو عايش بيأكل وبيشرب وينام واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شوية ونقول خلاص الحي أبقى من الميث لكن اللي تايح عقله بقى ده نعمله ايه يعني نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه والولية غالبانة يا ناس عقلها مش فيها مبتعرفش السماء من العام اخار ايه يا كوريا سمعتهم يخسي بيقولوا في الميكروفون ان خلصك تاهد لما تعتري عليها ما تبقىش تحبسيها واسي بيها تعيط ورا الباب لا حسن والله يقلبي بيتقطع عليها امش ابت من هنا غري من هنا حسن وطربة ام افرج عليك ام تلاقيها الله هو انا غلطانة يعني واني بقولك يا رب تلاقيها دي سون دي لي هاجعنا هي مخاطقة من شوية شف خلص خد يا حلس لا صلي على النبي لا صلي على النبي خلص صلي على النبي أنا مش مصدقة أن أنا مسافرة من ذلك يا بابي أنا مش فهمة أصلا أنا مسافرة مسافرة ليه ولا هربون من إيه بابي أنا عملت إيه خلط فهموني بس حبيبتي حبيبتي No problem خليكي جامدة كده وحلوة كل حاجة اليومين هترجع إن شاء الله هايدي أنا هخلص شوية حاجاتي عندي كده وهاجي وراك على لبنان أنا ننفعش أسيبك هناك لواحدك لبنان دي مش هتبفها تكون أكتر من محطة اليوم أو اليومين لازم بعد كده تروح اليونان أو لندن لأن ما فيش بيننا وبينهم اتفاق التسليم مطلوبين هايدي الحمد للان أنا لحقتك حبيبتي خلي بالك على نفسك ها وجمدي ماشي أنت قدها ها ماشي باي باي يا باب باي يا راحي باي باي خليكي جدع بقى ها ماشي ماشي قدميها حاطر يلا باي باي يا نادي خلي بالك على نفسك باي هايدي لا لا يلا الله محمد رسول الله باي لا لا يلا الله ماشي موسيقى 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 سأل خير هايدي أبو طالب السيد السنطولي موقفة اي تمام تمام من أسفر ملا في قربناك بالصفر لك يا هنا وحشتين ما قلنا هنا لا يا نوال ما قلنا هنا لا أكتبها لك على أم العربية من برة ما تجيش هنا يا نوال الله ما تبطل عبط يار وانجس انجس في ايه بص سلوما طلع على الخصوص يعين كامرس كده لوحد صاحبه تاجر وحي أخر والبيتس كوريا متدهولة في اللي هي فيه يعني الدنيا أمان 24 إراد ولو طلعت عندي محدش هيشوفك أنا حسبقك كد على وراي أجي وراك فين انت تعطلت انت عايزة تبطعين يا نوال هي أنا أصى شيردة لا شيردة ولا مشيرداش وانا يعني مش هاخف على صمعتي لا إله إلا الله ما أنا بقولك الدنيا أماني وانا كل شوية هكلم سلوما أشوفه فين دي ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين هو فين واللي لا بقى لو عدت هيبقى خلاص موت يا حمر بقى على ما ينفع تاني دي أنا عاملة لك جوزين حمام حتاكلهم من هنا وتكسر الشقة على اللي فيها ومخبية ربع منقوع هينسك اسمك يلا بقى أنا حسبقك وأوعى تعاوق سليك اللي خرب بيت أمك يا شتان ضعيفة يا إما ضعيفة يا أهل المنطقة الكرامة طلبت من الأخت كوريا عبد العاطي أن أناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنة الحجة سندس ومن يجدها إن شاء الله له مكافأة مجزية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكرين عم الشيخ ناصر ربنا ما يحرمنا منك المال مال الله والبيت بيت الله وما أنا إلا أمين على هذه الأمانة الله يبارك لك يا مولانا سلام عليكم أقولك يا أخت كوريا وأمر عم الشيخ الأمر الله تبارك وتعالى أنا كنت عايز أكلمك في موضوع بشأن الأخ إبراهيم بس أنا شايف في الوقت غير مناسب أنا بقول أن ننتظر قليلا حتى تطمئيني على خالتك إن شاء الله مال إبراهيم أم الشيخ كل خير إن شاء الله لا تقلقي أنا بقول نأجل هذا الكلام من الأفضل أنا ليه بس رجاء صغير عندك اتفضل أن تطلبي من الأخ إبراهيم أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما ها؟ دعيله ودعيله يا مولانا أنت فكرك دخلة الجامعة دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوز قلب وإحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد دعالنا أنت بس صدور قرار المنع من السفر بالسرعة دي معناها أن بكرة الصبح حيطلع قرار الدكتور الأحبار يعني إيه؟ أنا مش فاهمة ولا كلمة من اللي أنت بتقوله ده؟ أنا يا سفيهاي دي ده معناها أن بكرة الصبح المفروض أنك تكوني محبوسة ليه؟ على إيه كل ده وأنا عملت إيه؟ إحنا عارفين أن أنت معمدتيش حاجة لكن قدام القانون أنت اشتركتي مع مران في الاحتيال على البنك ونصبته عليه في خمسين مليون دولار وحولته الفلوس برا مصر بطريقة غير شرعية ده غير النبي أصول اللي أنت مقدمها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ كرسة كرسة الحكاية دي طب والحل إيه يا دكتور نادر؟ الحل إن هايدي كانت لازم تخرج برا مصر بأسرع من كده بكتير الخمس دقايق كان حيفرقوا دلوقتي بقى مفيش قدامنا غير إنها هتهرب جوا مصر نعادها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه في نفس الوقت أنا هشتغل على قضية وتباحها بنفسي وحاول لوصل لأسرع حالة ممكن قبل ما حد يوصل لها تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما نو وي يا طارق أنت قربها يعني ممكن يفكروا إنها هتكون عندك لا 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 الصح إنها هتيجي تقعد عندي أنا وبعدين أصلا جوزي طول الوقت برا البيت وبيسافر كتير ولو هنا ما بيجيش غير عن نوم برضو مش هينفع علينا أكيد هيدوروا عندك الفيلا اللي أنا كنت هتجاوز فيها أنا و في التجمع الخامس ولسه بإسمها رجاء أختي وأكيد محدش هيفكر فيها أنا يا جماعة مش عايزة أعمل لحد فيك ومشاكل وبعدين مش عايزة أكمل باقي عمري هربانة أنا مش مجرمة ولا عاملة عاملة عشان أهرب أنا خلاص قررت أنا هروح وهسلم نفسي وأحكي لهم على كل حاجة هم أكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا إن أنا سبتة محترمة وبريئة مش هيحبسوني الظلم هايدي يا حبيبتي إنت طيبة قوي وبعدين إنت في مصر لازم تعرف إني يا ما في الحبس مظليم وأنا لا يمكن أسمح لبنتي إنها تدخل الحبس ساعة واحدة أو إني ألجأ لأي حد غريب عشان ينقذك من المشكلة دي فيش غري أنا أنا بابي اللي عارف مصلحتك أنا حوديك جاردين سيتي شقة واحدة ستة شيك كلاس حفهمها إنك إنت متخنقة مع جوزك ومستنية في مكان ما حدش يعرف يوصلك ليه إلا لما تصطلحه كده أبقى متطمن عليك إن ما فيش حد حيقدر يوصلك أبو طالب بي شرف عظيم لينا إن إنت حدرتك تشرفنا شرف لينا يا هاني أمنا 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 هايدي مينتي هتفتحي معها قوي دوري يا هاني أمنا سهلا تخضمي موسيقى إيه دا يا بابي؟ دا عيد ميلاد عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد أمه أهلا مسال يا فدالي دي قدتك يا هادي هادمي أنا وحتاجتي لأي حاجة بس كلمة دورية هاني انت بعثلك الشغالة طلباتي كلها يا حبيتي موجاة وبعدين عايز اكتباه بطمنة أنا همر عليك من حين لآخر وأطمن عليك أوكي لك حلوة بقى كده بس ما تفتحيش لأي حاج علشان ما حدش زيك عايز حاجة مني يا روحي نروح وبعصي يا روحي أنت تطفيش هم هلومي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دي كرة دي كم حرفي أسردوك بتاقيني وما لك أخوي عامل زي الفار كده اللي وقع في الخاية الله وهي شايفات ما تردش عليه لا أصلاك أصلاك تقفش لما ما بردش قافشت فيها عقرابة ده إيه قلت المزاج دي هاي شغل الزفت ده مش ده سوك سوك ألو ألو هتكلم يا إبراهيم بقولك كوريا هنا وقلبة الدنيا عليك وعايزان نروح معاه ندور على خالتها بره المنطقة اسأل هو ما فيه طب بقولك يا ده سوك أنا فطلعة كده ها قل لا اي أحور لحد ما جيلك يا وعتهبل في الكلام الصاحب لصاحبه يا سوك ليه يا حول الله أقول طلب الله هو ما فيه ربنا أجعلك لفعل الخير فعل الخير بحاول يا سوك بحاول دعيلي ماشي يا ابن عام يا الله بالسلام بقولك لو احتاجت نقل دم بقى تصل لو احتاج نقل دم بقى تصل بي ها طيب سلام بس يا كوريا استني قالك ايه قالك ايه قالك ايه يا حاضري يا كوريا حاضر علي ده فو مشكلة ايه هي المشكلة يا أخوات فضر بيقولك وات صغير قدام عربية الكيب ده خبطه تكتك أم هو خده وجري على المستشفى ما بين الحاول موت بس هو قال لي ان هو جاي أنا عارف إبراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص أم قوام صحبي بقى ونا عارفه بحاولة لقوت الافلالة العظيم ماشي قالت مزاجنا إلهي ايه اللي مزاجها البعيدة مش يلا ولا ايه يلا موسيقى